موسيقى تعود جذورها إلى مدينة إدلب السورية لكنها ولدت في دمشق ودرست في جامعتها وحصلت على شهادة الهندسة المدنية بعد ذلك تزوجت وعاشت في مدينة زحلة اللبنانية وبعد الطلاق اتجهت إلى مدينة أبوظبي رسلت إحدى الجامعات في هولندا وحصلت على درجتي الماجستير والدكتوراء لها العديد من الأبحاث والمؤلفات وتعمل في مؤسسة مؤمنون بلا حدود إنها ميادة كيالي فلنتعرف إليها موسيقى تقيم منذ سنوات في مدينة أبوظبي وتعمل في مؤسسة مؤمنون بلا حدود عرفت أنها في مدينة زحلة اللبنانية وطلبت منها أن تنضم إلى نادي القنديل فوافقت وألح أصدقاؤها على أن يكون التصوير في بيتهم فماذا تعني لها زحلة؟ الحقيقة زحلة تعني لي كثيرا يعني أنا دخلت زحلة كامرأة عادية مهندسة مدنية وخرجت من زحلة أم لتوأمين وكاتبة زحلة فجرت عندي طاقات ما كنت بتوقعها يعني أماطة اللي ثام عن جانب الجانب الأدبي من شخصيتي اللي تفجر بزحلة زحلة وجدت فيها فعلا المنبر اللي قدر أنا عبر فيه عن مشاعري بحرية كانت كنت عبر من خلال مقالات اللي كنت أكتبها بجريدة العصر اللي هي اسمها الروابي الآن واللي بوجه لتحية لأنه هي اللي كانت فعلا المنطلق لاستضافة قلمي كنت عبر بكل حرية عن كل شيء بدي أكتب عنه أكتب عن الحياة اليومية أكتب عن الحب أكتب عن المشاعب لكن ماذا عن طفولة كيالي؟ ميادة كيالي مع حفظ الألقاب بعرف أنك من إدلب السورية لكنك ولدتي في دمشق بدي رجعك لحضن الوالدي وقلب الوالد ونعرف شو العوامل اللي أسهمت بتفتح وعيك من خلالهم بالذات الحقيقة الوالد والوالدي كانوا حالة نادرة بالنسبة للي مو حالة نادرة بقدر ما هي عائلة سورية حقيقية تكونت بالخمسينات من تاريخ سوريا عائلة محبة للعلم والعمل بتقدس العلم والعمل أم منحدرة من الشمال السوري من دير الزور مع جزور أرمانية من ناحية الأمة وتعتبر الأم والدتي بتعتبر أنه الإنسان إذا إجعل الحياة وما ترك شيء يذكره الناس من بعده كأني لا ولد ولا عاش هي حكمتها بالحياة والدي محارب قديم محارب عتيق من أيام السورة الفرنسية بالإضافة إلى أنه هو سليل أسرة الكيالي المشهورة بكبار الأدباء والمفكرين والفنانين العالميين يعني ووعيت بأسرة من هذا النوع في فترة شبابها لم تلحق ميادة بطريق عائلة الكيالي الأدبي واختارت دراسة العندسة فما هو السر بذلك؟ ما بعرف هو نزوع من الزغر الحقيقة وعيت على الدنيا كان الوالد بحكم مرضه اللي أصابه برقبته بيدسك برقبته كان لعبتي الوحيدة أني أصنع بيوت من ورق اللعب من ورق الشدة كنت طفلة صغيرة عبر عمر خمس سنوات ركبهم هوايتي الوحيدة وهو كان هو جالس واضع هذا الجهاز اللي بيستعملوا له حتى مشان الرأبة الأسقال وجامد بأرضه وينفخ لي ياهن بعد ما عبي الأرض كله ياته أنا بيوت وعمرة وينفخها وأرجع أنا أبنية علمني بهالطريقة أنه كون عندي إرادة لأني أرجع مهما كان صعوبات دمرت شيء قدامي أرجع أبني من أول وجديد يمكن هذا علقني بالهندسة من الظغري الجذور تعود بكيالي بداية إلى الأدب في هذا الإطار باكورة أعمالك خلينا نعكي عن من الذي سرق أحلام ميد كيالي اللي سرق أحلام أنت كتابك الباكورة هو الحقيقة هو مجموعة مقالات زحلة أحد الأصدقاء فاجأني فجأة وطبع لي بكتاب والمسؤولة عن دار الساقي نأت عنوان من أحد المقالات وعنونت فيه الكتاب وكان عنوان زكي جدا أحلام مسروقة وفعلا كان معبر جدا من سرق أحلام ميادة كيالي هو اللي وعد ميادة كيالي بتعليم عالي وتعبت ميادة لحتى حصلت لتدخلها الجامعة بالمجموعة أكلية الهندسة المدنية وتفاجأت بأنه التعليم لا يرقى للجهد اللي تعبت عليه ميادة اللي سرق أحلام ميادة هو اللي وعد بعمل على القليل يحقق له نوع من الاستقلالية وتعيش فيه حياة كريمة وما حقق له هذا الشيء تابعت كيالي بنهجها الأدبي وأزرت رسائل الحنين الرسائل إلى ثلاثة الرسائل إلى ماضي اللي بضل لحتى ضل اتعلم منه ما أنسى ما أنسى الدرس ورسائل إلى حاضر لحتى ضل تذكر حالي أني استمتع فيه ورسائل للمستقبل لحتى ضل استعد لألو بالنسبة للحنين هو حنين إلى رجل يمتلك عيون والدي اللي بتشوفني أجمل نساء الكون وقلب أمي اللي بتفتخر فيني لأبعد حدود والإيمان برسالتي بالحياة ويكون بحاجة لألي كما يحتاج لألي فارس وكريم شو هي رسالتك بالحياة؟ رسالتي بالحياة أنه فعلا أخذ بيد كل امرأة وساعدها ومن خلال تجربتي الناجحة أنه أوصل للمرأة بأنه هي قادرة على صناعة المستحيل ميادة كيالي عاشت فترة طويلة في زحلي وبعدين انتقلت إلى أبوظبي ماذا بقي يم بمخيلة وذاكرة ميادة كيالي حياة دمشق؟ عبقت يا سميل أنا أبحث عن دمشق دائما في عواصم العالم اللي بتشبهها وبحزن لأنه بشتاقة بكل هذه العواصم وبتمنى أني كل العواصم الأوروبية لما بشوفها بشوف دمشق بكون بلندن بشوف دمشق شوف بيتنا لأنه الحي عمر المختار فيه كتير أبنية تشبه الأبنية الموجودة بلندن وتشبه الأبنية الموجودة بباريز وتشبه لكن مثل ما قلت لك فيه إشياء من أحلامي سرقت في دمشق بتمنى كنت هاي اللي بتحزني وكما كتبت مرة آهن من وطن ترك يا سمينه منثورا على أسوار يعبقوا بالحزن على أسوار العالم ماذا عانت لك المقتل السوري؟ الحقيقة جرح نازف لا أدري متى سيلتعي لم تنسى كيالي في مدينة أبوظبي وصية والداتها واتجهت إلى التاريخ القديم وحصلت على شاهدتي الماجستير والدكتوراه حقيقة كان سبق مشروع الماجستير والدكتوراه هو المجال الشغل والشغل كان بمجال الدراسات والأبحاث فمن خلال الدراسات والأبحاث كان في إلي صلة وتواصل مع أهم المفكرين والباحثين ومؤتمرات وندوات هذا الجو جعلني قريبة من المتابعة بالدكتوراه لأن وصية الوالدة أني أخذ الدكتوراه بالهندسة المدني فوقت صرت بهذا الجو الفكري المحيط فيه فكان الأفضل أني اتجه للعلوم الإنسانية وبحكم الشغل وانشغالي الكبير بالعمل كان من الصعب علي أني عيد دراسة البكالوريوس بالعلوم الإنسانية وكمل فكان الدراسة أونلاين للماجستير والدكتوراه الموضوع شدني بتاريخ الأديان والحضارات الأديمة لأنه بالحقيقة نحن في عنا نقص بهذه الدراسات وتحديدا بتاريخ النساء في هذه الحضارات لأنه في عنا تاريخ تم تأويله عن طريق المجتمع الذكوري فكان تأويل ذكوري وبالتالي نحن بحاجة ما في عنا نقص للمصادر ولكن نحن بحاجة لإعادة قراءة بطريقة ثانية من هون كان كتابك عن المرأة والحلوها المؤنثة نعم وكان عندي أنا نظرية في اعتبرت أنه حدث انقلاب ذكوري على المرأة في التاريخ العلماء بيعتبروا أنه هذا نوع من التطور أنه كان في مجتمع مطرياركي أمومي وبعده صار مجتمع أبوي كحتمية تاريخية حتمية لازم تطورية لازم المجتمعات والحضارات تقوم فيها أنا قلت لا قلت صار فيه نوع من الانقلاب الذكوري على المرأة في التاريخ حدث ونعيش نحن لا نزال نعيش تداعياته توقفت أيضا كمان أنت عند كتاب آخر يعني عند قضية الزواج في الحضارات استكملت لأنه صار بالنسبة لألي صار الموضوع غني جدا واعتبرته أنه رح يكون مشروعي الحقيقة واستكملت لأنه اعتبرت مفتاح الهيمني على المرأة وهو العنوان الحقيقة جمع بين الهندسة وفهندسة الهيمني وكأن هناك حدث شيء مقصود في التاريخ هندسة الهيمني على المرأة من خلال الزواج لأن ما حدث في التاريخ حدث تقريبا يعني حوالي 2000 بالقرن الرابع والعشرين قبل الميلاد على إيد المصلح الأول مصلح بالتاريخ أوركاجينا السومري وقت سن أول مرة تحريم التعدد للأزواج للمرأة كان فيه هناك تعدد للأزواج للمرأة في المجتمع الأمومي ومن هنا كانت هذه النقطة التحول منع التعددية للمرأة وبقاء التعددية للرجل مفتوحة وكانت الغاية منها هو سحب النسب من خط التوريث الأمومي إلى خط التوريث الزكوري وبالتالي سحب الملكية الفردية لوسائل الإنتاج والثروات لخط الرجل والتوريث عن طريقه والهيمنة بالتالي عن طريقه والسلطة في الأسرة وفي المجتمع انتقل إذا عن طريقه ما يدك يا لي هذا النوع من الأبحاث الدراسات الكتب ماذا يقدم للمرأة المعاصرة؟ في بلدان ما يعني الحقيقة بيقدم لك كثير لأنه نحن نعيش يعني للأسف المرأة المعاصرة لا تزال تصدق أنه هي امرأة خلقت لأدوار بيولوجية محددة بأدوار بالبيولوجيا أو بالخلق هي خلقت لها المرأة أزيحت كل أدوارها من المسرح الحاضر وبقي دور الأمومي هو الدور المقدس اللي تحت أقدامه الجنة تحت أقدامه الدور الأمومي دور هام جدا ولكن لا يتعدى عن الأدوار الثاني المرأة أنا من خلال أبحاثي أثبتت أن المرأة كانت تملك القوة وصنعت الحضارة وكانت هي صاحبة الثورة الزراعية الأولى واستقرار الحضارات كان على يد المرأة ثم أتت الثورة الصناعية على يد الرجل وكلاهما بنياء الحضارة جنحت بكيالي صوب الإسلام السياسي وتغليب الذكور على الأنوثة نحن نعيش أزمة الفقه الذكوري الحقيقة يعني والإسلام السياسي استفاد من هذا الموضوع ونحى المرأة بشكل واضح من اللعبة السياسية ومن الحضور بالصورة تماما كل التأويلات للنصوص الدينية هي من منطلق فقه الذكوري جاحد حتى في الثورات كتبت مرة أن المرأة خرجت لتصرخ وتنادي بالحرية وعندما عادت إلى المنزل كان كل شيء يسقط أمامها وتتعرى من كل شيء حتى من كرامتها في المنزل حتى يعني ما حدا معترف فيها بدورها في صناعة القرار وفي صناعة التغيير وفي صناعة نحن بحاجة فعلا لإعادة النظر بكل التاريخ وبكل حتى بتأويلات النصوص نحن أحيانا بحط الحق على الدين بأنه هو نظرته دونية للمرأة لا التأويل النص هو اللي بحاجة للتفسير هي التي لعبت دورا ضد المرأة تعددت الرؤى حول هذا الموضوع يعني ثمت من يدعو إلى إعادة النظر بالخطاب الديني إلى تثوير الخطاب الديني موقع ما يدى كيالي من هذه الرؤى نحن بحاجة للفهم للتمييز بين تقديس النص وتقديس ما قيل حول النص الحقيقة يعني أنا ضد أي تقديس للشيء الهالي اللي صارت حول النص وحول كل النصوص أنا عند لما تناولت موضوع الأساطير خاصة بالكتاب الأول وأسطورة الإينوما اللي هي أسطورة محورية وهي اللي يظهر فيها بشكل جلي موضوع الانقلاب الزكوري لاحظت أنه نحن أديش بحاجة لدراسات مقارنة بين الأساطير واستكمالها بالأديان التوحيدية لأن كلها عصب واحد يجب إعادة تأويلها وإعادة دراستها والنظر لألا بالتمييز بين المطلق وبين الموضوعي وبين الاجتماعي المتغير نحن بحاجة لحتى تمييز فصل الاجتماعي المتغير كل ما قيل من تشريعات وتمس حياة المرأة هذا شيء متغير بحاجة لنحي عنه المطلق الديني اللي هو متمثل بالقيم والأخلاق اللي متعرف عليها بالعالم كله وما في حاجة نمسه وماذا عن مؤسسة مؤمنون بلا حدود التي تعمل ميادة فيها؟ الحقيقة مؤسسة مؤمنون بلا حدود تأسست في 2013 بالمغرب وتأسست لا تكون فعلا هي حاضنة للشباب العربي المؤمن بالمعرفة والعلم هي كحل بالنتيجة لواقع مأزوم وهي يعني مروحة مفتوحة لكل المؤمنين بهذا الحل أنا لاحظت من خلال عنوين الإصدارات الكتب والأبحاث من الشخصيات اللي عم بتساهم بالعمل في مؤسسة مؤمنون بلا حدود التركيز على قضيتين رئيسيتين العقل والتنوير أكيد الحقيقة هذا إيمان عميق يعني إيمان لا محدود يعني من المؤسسة بأنه بالنتيجة الإيمان بخيرية الإنسان ومقدرته على فعلا صناعة التغيير ومن خلال العقل ومن خلال الإيمان بمقدرته الحقيقية على صنع ثقافة الخير ثقافة القيم والتغيير للراحل هاني فحص تأثير خاص على كيالي بيطلقوا على السيد هاني فحص سماحة السيد وفعلا حقيقة هذا اللي لمسته فيه هو سماحة الإنسان هاني فحص صلح الصورة رجل الدين النمطية بزهني الحقيقة تعرفت عليه بالألفين واثناش بتكريم بأنطلياس لدكتور عبد الجبار رفاعي ولاحقا بمؤتمرات مؤمنون بلا حدود كان دائما نفسه هالإنساني هالصوفي حاضر تجاوز فعلا طائفته تجاوز دينه تجاوز وعطى هالمعنى الجميل للدين بالإضافة أنه أنا بتذكر الإهداء الجميل لأهداني على كتابه كتب لي أنه نتمنى أن نرقى في عملنا وشعرنا وفكرنا إلى مستوى المرأة أمًا وبنتًا وعروسة شعر هاني فحص لروح السلام لأنه إنسان لا يتكرر ميادك إيالي في ظل هذه الهزة الكبيرة في مجتمعاتنا لابد بالنهاية من نفح التفاؤل يعني يريد تبعثي خصوصا للمرأة العربية المرأة السورية المرأة اللبنانية نفح التفاؤل أكيد أنا ما بقدر إلا أتفاؤل لأنه بقول دائما إذا فقدت الأمل معناته فقدت الأمل بنفسي فدائما كل ما في الصبح بتطلع على نفسي بالمرأة وبحكي مع حالي وبقول بكرة أجمل أكيد وعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة لازم نعلم أولادنا ونعلم بناتنا أنه ندافع عن أنفسنا ندافع عن حريتنا وعن كرامتنا لأنه في أمل أكيد في أمل صيرة حياتنا كل إنسان يتذكر أنه صيرة حياته كيف كانت وكيف صارت رح يعرف أنه في أمل والحلقة اللي عم نسجلها اليوم أنا وأنت بتأكد لي عودتي لزحلة بعد كل تاريخ اللي صار بتأكد لي أنه قدي في أمل لأنه أنا يمكن من 15 سنة ما كنت أتخيل أنه ولا شي من هذا اللي هي ولا كنت أحلم أنه هذا الشي يصير ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة